صراحة أنا تعبان كثير يعني عشان ابني مضرب وأنا لحد الآن يعني ابني إلى ما يقارب الشهر إنه مضرب عن الطعام وبعلمش ابني شو وضع شو ما فيش عندي أي خبر عنه فأنا بعيش بقلق يعني بتشكل فضيع يعني مش طبيعي يعني القلق اللي أنا فيه مع كل أسف أن حالة التضامن والمساندة ومؤازرة الأسرى الفلسطينيين في حالة تراجع قد يكون ذلك نتيجة الظروف القهرية والمؤلمة التي مر بها الشعب الفلسطيني خلال الأسابيع القليلة الماضية لذلك أنا أقول أن المطلوب الآن من كافة أبناء شعبنا أن يلتف حول الأسرى المضربين عن الطعام المطلوب الآن من المفاوضين سواء كانوا في غزة الحبيبة أو في رمالله سواء كانوا مع المقاومة أو مع السلطة الفلسطينية والذين الآن يدور الحديث عن تبادل الأسرى أن يضعوا وقف الاعتقال الإداري على سلم المفاوضات شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة